طيب الحقيقة أنا لفت نظري في القعدة دي حاجة مهمة جدا 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 معلش سمير ارجعلي ورا سنة بس يعني حاجة بسيطة كده أيوة اللقطة دي يا جماعة بالنسبة لنا هي لقطة تاريخية وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دي مش هتشوفوها في حتة تانية مش هتشوفوها في حتة تانية القاعة اللي بيحدث فيها هذا الاجتماع هي طبعا في مقر النادي في مدينة نصر والقاعة دي اسمها قاعة كابتن حسن حمدي هو مين حسن حمدي؟ حسن حمدي رئيس النادي للأهلي الأسبق اللي حضراتكم شايفين صورته ورده ده للأجيال بقى الصغيرين اللي مش عارفين الكابتن حسن اللي حضراتكم شايفين ورده صورة الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ومين اللي قاعد؟ كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بتشوفو ده في أندية في أندية أخرى وبالمناسبة في 2019 تم تسمية هذه القاعة بقاعة حسن حمدي بقرار مجلس إدارة داخل النادي الأهلي قبل بس ما تكلم عن الاجتماعات وقبل ما تكلم عن اللي بيحصل وقبل ما تكلم عن مستقبل النادي الأهلي مع شركة كرة القدم وكيفية التحضير لهذا الأمر اللقطة دي بالنسبة لي هي لقطة تاريخية كابتن حسن حمدي شاهد على العصر منذ أن كان نائبة للرئيس ورئيس النادي الأهلي ثم أصبح رئيسا للنادي الأهلي في واحدة من أزهى عصور النادي الأهلي والكابتن حسن حمدي هو من بدأ فكرة تأسيس شركة النادي الأهلي وبالتالي تحس أنه قاعد كده بيتفرج على اللي كان نفسه يحصل ومن خلال وجود كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية وبالتالي بياخد النادي وبيوديه في حتة تانية بياخد النادي وطالع به للمستقبل القادم شركة كرة القدم النهاردة دي حاجة بسيطة كدا علشان الناس تعرف أو شركة كرة القدم تعرف الشغل اللي في النادي الأهلي أو في مؤسسة النادي الأهلي بيمشي إزاي من خلال وجود الكابتن حسام غالي طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبرضو اللقطة اللي قدامي دي يا جماعة برضو أعتقد أن هي فيها تواصل كبير للأجيال كابتن محمود الخطيب كابتن زكالية ناصف كابتن حسام غالي وكابتن خالد بيبو أعتقد جلين يعني أجيال مختلفة جدا جدا في النادي الأهلي ودايما وفي الخلفية كابتن حسن حمدي خلفية اللي حضراتكم شايفينه ده يعني كابتن حسن حمدي موجود كابتن محمود الخطيب موجود كابتن زكالية ناصف موجود كابتن خالد بيبو كابتن حسام غالي أجيال مختلفة الحقيقة وتواصل الأجيال وخلق كوادر جديدة داخل النادي الأهلي من خلال اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دي لقطة بس كده وإحنا قاعدين بنتفرج الواحد شافها والله جسمه أشعر أنا جسمي أشعر من اللي أنا بشوفه وهذا الاحترام المتبادل والنادي الأهلي دائما أو دائما ما يقدر كل رموزه نادي الأهلي دائما ما يقدر كل رموزه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وتواصل الأجيال وخلق كوادر جديدة إدارية وفنية داخل النادي الأهلي من خلال تواصل الأجيال اللي حضراتكم شايفينه كابتن حسن حمدي هو وراء قاعد شاهد على العصر كابتن محمود الخطيب داخل لك كابتن حسام غالي مع كابتن زكريا ناصف وتواصل الأجيال واضح جدا خلينا نرجع مرة أخرى يا بس اللقطة دي بالنسبة لي كانت لقطة مهمة جدا جدا اندلت فهي بتدل على عظمة هذا النادي الكبير وليه الناس بتحب النادي ده؟ هي ليه الناس بتحب النادي الأهلي؟ عشان بعض اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي كابتن حسن في المؤخرة كابتن خطيب قاعد في وسطه حواليه كابتن حسام غالي وكابتن زكريا ناصف وبقية المجموعة اللي موجودة